اليمن كدولة يكاد يكون قد ول من الوجود هذه الجملة التي كانت افتاحية لتقرير صادم لفريق خبراء مجلس الأمن عن اليمن تعطي صورة مكثفة عن حجم التشضي الذي أصيبت به دولة اليمنيين بعد ثمان سنوات من الحرب في صنعاء تقيم ميليشيا الحوث سلطتها على أساس القمع المفرط والجبايات التي لا تتوقف وبهما تترسخ سلطة مرتبطة بطهران ومشروعها ولا مستقبل لليمنيين معها لم يكن تشكيل المجلس الرئاسي إلا تعزيز لصورة اليمن المقسم إلى دول وجزر منفصلة حتى أن مشروع التسوية المطروحة الآن قائم على أساس انضمام ميليشيا الحوثي للمجلس باعتبارها كانتونا آخر ضمن مجموعة من الكنتونات التي ترعاها أطرف خارجية دولة الانتقالي برئاسة عيدرس الزبيدي وكانتون المخى بقيادة عضو المجلس الرئاسي طارق صالح حضرموت ومأرب كل دولة لها مواردها وبنكها وجيشها وسجونها وأدوات الحكم الخاصة بل وإعلامها أممثلها في المجلس الرئاسي تخضع عدن عاصمة البلاد المؤقتة لسيطارة الانتقالي بمقابل تقلص نفوذ وزارة الدفاع والداخلية وباتت رقعتها الجغرافية تتسع الاتطال المحافظات الجنوبية قبل أن تبدي حضرموت زعاجها من هذا التوسع فرفعت أعلامها الخاصة ومشروعها الخاص في غرب البلاد يسيطر عضو مجلس الرئاسة طارق صالح على عدد من مديريات تعز والحديدة ويمتلك قوات عسكرية مزودة بأسلحة ثقيلة تتلقى دعمها اللوجستي من أبوظبي وبتل المنطقة ميناؤها ومطارها الخاص وغيرها من مقاومات الدولة المستقلة إلا أن المهمة الوحيدة لهذه الدولة هي حراسة ممرات الدولية وتمثيل المصالح الإقليمية والدولية في المياه اليمنية يبدو أن انهيار السلطة بعهد الرئيس السابق هادي أنتج سلطات أمر واقع عزتها انقسام القوى السياسية والصراعات المناطقية والطائفية تشضيات تصاعدت مع تصاعد نفوذ القوى المتحاربة وانقسام الأحزاب مما أصب القضية الوطنية بشتت تمتلك السعودية والإمارات منظومات عسكرية وأمنية تعمل على تنفيذ إرادتها على الأراضي اليمنية حتى باتت اليوم تمتلك مساحات جغرافية وأجهزة دولة على حساب مؤسسة الدولة اليمنية التي جرى تفتيتها وما يحدث الآن في الشبوى من صراعات بين الميليشيات التي يرعاها التحالف بعد ضرب قوات الجيش الوطني وطردها من المحافظة يمثل تجليا فاضحا لاستراتيجية السعودية والإمارات في البلاد مؤخرا تصاعد الوضع بشكل لافت حيث بدأت القوى الدولية تتعامل مع هذه الكانتونات وكأنها أصبحت بديلا نهائيا للدولة اليمنية وهو ما يشير إلى أن البلد أصبحت عمليا مجموعة من الدولات والسلطات التي تتنازعها المشاريع الخارجية وتشغلها لرعاية وحماية مصالحها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر